الوزير وهبي يتواعد لن أغادر الحكومة قطع عبداللطيف وهبي وزير العدل الذي ظل اسمه يتردد في الصالونات ومقرات الأحزاب البرلمان ضمن المرشحين لمغادرة الحكومة الشك باليقين وقال خلال حلوله ضيفا على مجلس المستشارين في جلسة الأسئلة الشفوية أول أمس الثلاثاء لن أغادر الحكومة وحسب يومية الصباح فقد السبق وهبي الأمناء العامين لأحزاب التحالف الحكومي الذين يتوقع شروعهم في سرية التدول في ترتيبات التعديل الحكومي المرتقب ولمح إلى السمرار في حكومة عزيز أخ النوش معربا عن أمل في التمكن من إنجاز ما تبقى من مشاريع قبل نهاية عمر الحكومة وقال وزير العدل الذي كان يرد على أسئلة المستشارين البرلمانيين الله يعطينا الجهد باش نكملوا هادش اللي بقى لنا في هاد عامينونس مضيفا أنه سيبقى في منصبه وغير هنوريوسكم وفي سياق الحديث عن التعديل الحكومي المرتقب علمت الصباح من مصدر قيادي بارز في حزب الحمامة أن التجمع الوطني للأحرار حسم في لائحة الأسماء المرشحة للسوزار باسمه في تعديل حكومي بات وشيكا ولا ينتظر إلا تأشير جهة عليا فيما حزبا الاستقلال والبام ما زال يدرسان الموضوع في سرية تامة